اشتركوا في القناة في نفس هذه المسافة في الموسم الماضي اذا هذه الصدارة وهذه المراكز ولا زال راماني المرشح الاقوى والابرز في هذا الشوط هو الذي يتصدر السباق من مدء الانطلاقة تأتينا في المركز الثاني بشعار فيكتوريس مع الفارسة روزي جيسب التي تبحث عن ثاني انتصاراتها في هذا الموسم اذا راماني الان بدأ بالتوسيع الفارق مع الفارس الايطالي بيير كونفارتينو المركز الثاني كونفارم افرين لكن المرشح راماني بكل رياحية وسهولة ينتزع رابع اشواطي الامسيا وكونفارم افرين في المركز الثاني